اما في مسألة التعديل الوزاري هنا فيه وزي ما نشوف حين رأيكم بلسا فيه خبر عاجل كمان انه فيه مصادر لينا جوه مجلس الوزراء بتقول ردا على الكلام انه مع التعديل الوزاري حيبقى فيه بقى حركة محافظين ولا لأ فالمصادر بتقول لا حركة المحافظين مش دلوقتي على فكرة ما تاخدوهاش برضو امر مصدق انا بقول لها رأيكم انا لسه هو ملسوعين من الشربة لسه الاسبوع اللي فات الحكومة قالت لا ما عندناش معلومة عن التعديل الوزاري بعدها بكم يوم رئيس الوزاري بيؤكد ان التعديل الوزاري الاسبوع اللي جاي خدوا بالكم الاسبوع اللي جاي مش الشهر اللي جاي الاسبوع اللي جاي يعني لو هو رئيس الوزارة عشان يشوف مين اللي يكمل ومين وكذا لازم يكون على الاقل بقى له شهر شغال في الموضوع ما خدوا بالكم كل حاجة بالعقل ربنا اما نحنا نعمة العقل عشان نفكر بيها مش عشان نريحها لو رئيس الوزراء ده مطلوب منه من الرئاسة كشوف أداء تقييم للوزراء اللي يكملوا والوزراء اللي أداءهم فيه تقصير أو ما نجحوش فيه طرح السياسات اللي معمولة فبالتالي حيتقلهم شكرا هل الكلام ده ينفع يبقى مبارح ينفع يبقى أول مبارح لا طبعا أكيد الأجهزة ومجلس ووزراء كله ومكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس ووزراء نفسه شغلين على القصة بقى لهم على الأقل أسبوعين ثلاثة ده بالعقل والبديهة إن ما كانش شهرين ثلاثة فما ينفعش يتسقل من يومين يتقلق مفيش ودلوقتي يبقى فيه عشان كده بقول لحضراتكم العقل زينة فدلوقتي يتقلق مفيش تغيل محافظين فأنا بقول لكم ما تاخدوش الكلام أمر مسلم بيه احتمال يوم السبت اللي جاي يتقلق تغيل المحافظين الأسبوع اللي جاي وعدد المحافظين اللي حيتغيروا كذا لكن ما علينا